ضرب عدد صحيح بكازر أمامنا أربع مجموعة من الأزهار هيا نلون ثلث المجموعة الأولى باللون الأحمر ونكتب ثلث في الخانة المخصصة لها هيا نلون ثلث المجموعة الثانية باللون الأخضر ونكتب ثلث في الخانة المخصصة لها هيا نلون ثلث المجموعة الثالثة باللون البرتقالي ونكتب ثلث في الخانة المخصصة لها هيا نلون ثلث المجموعة الثانية باللون الأصفر ونكتب ثلث في الخانة المخصصة لها كم ثلثة لوننا؟ لقد لوننا أربعة أثلاث لاحظوا أننا كررنا ثلث أربع مرات إذن يمكن استبدال عملية الجمع المتكرر للثلث بإشارة الضرب فتصبح العملية أربع ضرب ثلث وتساوي أربع على ثلث أربع مجموعات من الأزهار لوننا في كل مجموعة الثلث فحصلنا على أربعة على ثلاث نختصر أربع على ثلاث بقسمة البص على المقام أربع تقسيم ثلاث يساوي واحد والباقي واحد ونعبر عنها بواحد وثلث إذن أربع ضرب ثلث تساوي أربع على ثلاث وتساوي واحد وثلث نستمتج من هذه العملية عند ضرب عدد صحيح في كسر فإننا نضرب العدد في البصد ويبقى المقام كما هو